أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم حصة خاصة والذي سوف نتطرق فيه اليوم اليوم الوطني للشهيد والمصادف للثام العشر من فبراير من كل سنة وهو اليوم الذي يربط بين الأجيال ويذكرنا بما قدم بالغالب النفيس في سبيل استقلال الجزائر حتى لا ننسى اليوم مغزى طورة الجزائرية والمليون والنصف مليون شهيدة ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع يحضر معي المجهد خميجس بعلي أهلا بك سيدي وشكرا لك على تلبيتك الدعوة وحضرك معنا لنهار اليوم شكرا واستاذ على الاستضافة وأشكر غنات السلام أنا سعي جدا بهذا اللقاء شكرا ولك العفو بداية سيدي هل يمكن أن تقدم لنا نمحة بسيطة عن حياتك قبل الثورة والحياتك في الطفولة شوف أنا واستاذ أنا سديد 1943 أول أفريل ربي طول الله عمار إن شاء الله كل المؤمنين المواد مارس إن شاء الله نقفل 80 سنة الطفولة نتاعي كنت نسكن في منطقة نائية وكل أقلب مناطق الجزائر كنت مناطق نائية نبعدوا على المقرن تاع المسجد في القلالية حوالي خمسة كيلومتر 48 كنت متسنة أوليد عمي روحوا للجامعة نقراه بالحفا ومع ذرا على وش راح نتكلم في زمان الشتاء قبل أن نتطلق لهذا سيد بعلي ماذا يمثل لك اليوم الوطني لشاهد شكرا لرمز عظيم أستاذة كارتي مليون ونصف شهيد لكن الجزائر لها ملايين شهداء عبر التاريخ لو ما فضل شهداء بالموافقة نتعلمون لتبارك وتعالى ورفقائهم المجاهدين ما نتمتعوا ونصلوا هذا المستوى اللي راكموا سلطوا ليهنتوما وإحنا الآن نقولوا عايشين في حمايتكم لأن احنا وصلنا رسالة وإن شاء الله رسالة سليمة والآن الأمانة بجدكم إن شاء الله سيدي كيف التحقت بصفوف طورة الجزائرية التحقت بجبهة حرين في 1960 كانت في عمر 16 سنة احنا كنا نقراه في الجامع المدرسة ما كانش عندنا قلت فراصة بنتعدنا مدرسة في 1952 فاليال التحقت بهذه المدرسة التحقت بالمدرسة رفقة زملائي تع المنطقة نوفمبر ديسمبر جامفري مارس أوي المارس قادروا المعلمين المدرسة وبقات المدرسة شاقرة بقينا مواصلين القراءة في المسجد المسجد الذي كان موجود داخل أو في الحي في القلالية يصرف عليها الحاج المدرسة رحمه الله وبنو الشيخ العربي علامة معروف في المنطقة أو الولاية كنا مكونين طورة مستمرة كونونا أفواج أفواج مثل كسافة أنا ذاك ما نعرفوش كسافة اتصارات مكاش لإعلام مكاش نظر الاتصارات الإعلامية إحنا عدنا ثلاث مناطق في مسيف زواحي القلالية منطقة تاعة القلالية ومنطقة تاعة برج بن ناصر ومنطقة تاعة ذراع يوسف القلالية كان فيها الشيخ مقيرش وابن سي العربي وبرج بن ناصر كان فيها مجاهد الشيخ بن عمرة وابنه أحمد وذراع يوسف كان فيها مجاهد رحمه الله رحمه الله مع ذراع أسم نسيته سلمة بروك كنا نتكونوا مجموعات مجموعات مثل كسافة لباس مواحد دارين قبعات تاكارتون مقلفين باللباس ومن العشية العشية نعشون في التدريب وكنا نجهلوا بكل صراحة المقزى ولكن من السقر والنشاط عندنا شوق وإرادة كنا في كل شهرية ثلاثة شهر يجوا يشرفوا علينا المسؤولين عسكرينيين بالمنطقة والمدنيين المجتمع المدني اللي كانوا مسؤولين المدنيين وإحنا كنا في كل شهرية ثلاثة شهر تنقلوا ما بين المساجد الثلاثة ما بين الجوامة لكان مسؤول علينا حنا يا ثم في القلالية كان مخلوف زيان بزانا قيد الحياة هو كان كبير علينا في السنو عن ما وناشط علينا هو اللي كان يشرف علينا في التكوين لكن ما الهدف من هذه التكوينات؟ التكوينات تحذيرنا الاتحاق بالجبال لأننا منطقة آمنة تسيبها منطقة محرارة كان عندنا جيش تحرير تمشي في النهار والقيل حامية وكان في كل مناسبة في كل مدة تكون لقاءات وخطابات منطر في جيش تحرير الوطني بعض من المجاهدين التحقوا كانوا كبار علينا في السن أذكر منهم الشهيد زرواق بيزيد مات في قمم الجبال زرواق العيد مات بعد استقلال تحقظهم في 56 وزرواق الطاهر من جارة لقائد الحيات لطر الشعبان هذا كانوا طلاب معنا يقرأوا في الجامع وهما كانوا كبار علينا في السن لتحقوا بالجامع أبداً بالثورة إحنا يا كنا أنا قلت لتحقق بجبهة تحرير في 1960 كانت في عمره 16 كنت شبه مراسل مكلفيني بالمهام مراسل وعندنا نصار جماعي بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للمنطقة كانت عندنا الجيش والشعب ما كانش فرق حاملين السلاح من قصة لقصة يوم والأيام جاءوا مجموعة من الجنود حاملين السلاح الجندي قاعدين في البستان تانا الآن والينا نعرفه ونتكلمه البستان لأنه من باب اللوقة والثقافة كنا نحفظه القرآن وما عندناش أفكار شاسعة كما ذرك الجندي هذك حامل البندوقية طميت من عنده البندوقية قلت له نعيان نلتحق بالجيش ونعيان جندي كما انتهيان البندوقية من عرفش النوع تحها ولكن وفق رب العالمين عنده التحاقي بجيش التحريف في آوال إلى 62 عرفت البندوقية هذيك ماسترانسيس سونع فرنسي قلت لتحق بجماعة مجاهدين نقصلكم قصة وإحنا في المناسبة نتعيون الشهيد مجموعة من بعض من شهداء فرنسا دخلت عدنا في 16 أكتوبر 1960 لأننا منطقة صحروية منطقة نائية المخطط تنتعي البعبع الجنرال دي يقول لما بدلت في فرنسا الدستور بتاحها في 1958 وضعت أرتيكل مادة رقم 16 المادة هذه عطت كل صلاحيات للجنرال دي يقول وبوش يقضع للثورة الجزائرية من ضمن تصرفاته الجنرال دي يقول دخل الحلفة الأطلسي وكان الحلفة أطلسي وقرر قرار أعمل محتشدات عبر الوطن للفصل ما بين رجال الجيش لحمل السلاح في قيمة الجبال وما بين المواطنين المخلصين لكن رقم هذه التصرفات تعوى من جحش ما هي أهم العمليات العسكرية التي سمحت عنها التي قام بها أفراد أو شهدائنا الأبرار أو أفرادنا من جيش الشعب الوطني القصة ذكرتها ونجاوبك إن شاء الله تفكرت على السؤال لا تجاوبونا لا 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 القصة لي ناقصها عندها تأثيرها لما كانت فرنسا دينا محتشد ثم عملت محتشد لكل سكان ليمتهم ودارت الكفرفو من السبعة العسية ما يخرج حتى واحد للثمانية تعصباح حتى وبهي اللي سنسافر لازم يدوم لتصريح من السلطات الفرنسية في أحد الخارجات السعمارية وهو ما ثم حكموا مرت مجاهد وهذه اللي قلت نبدأ بها عندها زوج سبيان في عمارهم ثلاثة شهر ما بين المنطقة وين القلالية وين المحتشد نتاع فرنسا وين حكموها حوالي 15 كيلومتر في منطقة يسموها فوزنا قريب البريكا كي حكموها هي وسبيانها جبوها للمعسكر لإخلاص بتاع المواطنين والمناظلين والمناظلات خرجوا المرسيدة هذيك عمولداتها وعاودوا ورجعوها للمكان ليجابوها منها وليحكاها اللي يرا في عمره تسعة وثمانية سنة منزل على قيد الحياة والدعمتي مجاهد لما كانوا راحين منطقة صحراويه وفي الليل الصبيان هذو هما ركبوا سيدة هذيك عمولدها وفوقوا بهما دابا في الطريق يتحصى به من دريري هذو الأم مفقت به والرجال كانوا فيه ثلاثة واحد من العيلة نتاحها وفي داي يقولوا كسيو حسين الله يرحمه وهذا المجاهد أهلالي عبد الحفيظ لازال على قيد الحياة ما فقوا بها كيلحقوا للنهاية وانوصلوها ضربت على الصابي الثاني من القتوس الأم الآن مهما حنانه ولكن موش كما الأم كما ستتعيطها وليدها إلى أخير جاءوا وراجعين جمعة عم الطريق منطقة صحراوية ويعرفوا المنطقة في زمان صيف يحكي لي هذا المجاهد لا زال على قيد الحياة قال لي صابي هذا فلوغماطة في عمرو ثلاثة شهر كأنك انت وضعته بيدك ما مات ما تكسر ما كلا هذيب وبخوحيين حتى الاستقلال بالنسبة للمعلومات تسألتيني فرنسا بقت عدنا فرنسا بقت عدنا ثلاثة شهر في المكان أستاذ ما هي أهم من المعارك التي شارك فيها طوارنا أو شهدائنا الأبرار التي سمعت عنها أو حضرت لها ربما في بعض العملية العسكرية شف عني معلومة المعاركة الأولى في القطارة في جبل المحارقة معروفة جبل المحارقة في 1956 في الموضة الأكتوبر واللي اشترف على العملية القيد الحواس رحمها الله وهذه مسجلة بعد مؤتمر الصمام القيد الحواس رحمها الله العقيد الجمل لإطارات المدنية تع المنطقة وبا يوصل لهم المعلومات وتبقى للقاضية المعلومات تع المؤتمر الصمام وتفزيع المهمات المهم أثناء الاجتماع جاتوا معلومة أنه فرنسا راح تخرج المنطقة هذه التفتيش هم كانوا في عشرين مجاد ومعهم المدنيين تع المناطق هذه الحواس رحمها الله أمر المدنيين كل واحد يرجع لمكانه نيجا وبقاو العشرين مجاهد تفرقوا على زوجب لايس مجموعة في القطارة ومجموعة انتقلت الجبل المسامي القطارة نسيت الأسم تعه حتى والمنطقة تعي لما جات المعركة بدأت المعركة كان واحد المجاهد جاب من لوراس جاب مورراس للقييد الحواس العسرين والمجاهد والليات واحد وعسرين لما انتلقت العملية بتاع المعركة العشرة الحواس ومعاه تسعة موجود معهم واحد يقوله الهاشمي فراح مشاهد وبقى حتى بعد استقلال تبليسها في المعركة هذه والعشر والاخرين هذه المجموعة العشرين استشهد منها المجاهد لجاب رسالة من لوراس لينم يعرفش المنطقة والعشرين المجاهد تبليسها هذا المجاهد فراح الهاشمي وبقى حتى بعد استقلال واستشهد ومات حسب المعلومات وحسب ما هي مسجلة فيتت ثلثمائة عسكري اللي يقضيوا عليها المجاهدين هذك عشرين والطائرة شاركت في الطائرات الهليكوبتر وكانوا بكر يقولوا طيارة للصفرة والدبابات وانتصر وانتصار عظيم معلومات على بعض السهداء وحنا في بعض السهداء وحنا في يوم السهيد اكي ذاتنا بعض المعلومات عن بعض السهداء في المنطقة نتاعك سيد راح تكلملك عليها من الوستاذ المحترمة شكرا فرنسا بعد التسع شهر بخات عدنا جاتنا في اكتوبر وراحت في المواد جواء واحد وستين جاتنا في ستين واحد وستين تسع وشهر قتلت ما قدلت قتلت على مجموعات من المناطق لكن الرقم هذا ما ما بريش خطرها جاتي يوم الايام عقاب نهار طيارة كان يسموها الكشافة والدبابات وما نحكي لكش عن القصانية والصرافية لان وين مبنع ما ناس بالنسبة للتعذيب لما جات فرنسا درت طيارة عقاب نهار احنا كانوا الناس اللي في المنطقة هذي بعد ما رحت فرنسا بيت تخلوش الناس للقرية حتى توصل لساعة الحادي عشر الاثناعش من العشر اللورا تنحي الشك فرنسا ما تجيش لكن هي جات من بعد الوحدة الوقت اللي جاو جاو طيارة دارت وجاو الدبابات العسكر عفون العسكر جاو في كاميو سيفيل تموه وباهم ما يكتشكوش انها مجايين في دبابات عسكرية كان مجاهد زقع الحمود كان حامل السلاح وخرج التقاعد ما نجنمش يوصل العمل في الجبال وكين حمود بعلي وهذو الزوج من العسراء والمناطق كامل وانا بالنسبة لي كل شهداء اباي واخواني عبر الوطن نقوله فيها بصدق حمود بعلي وزقعال محمد والعياتي شبلي هذا الزوج كانوا حاملين السلاح وفي التقاعد والعياتي شبلي هذا كان مسؤول في دائين في القسمة العربعة وسبعين أثناء الثورة عملت فرنسا المستحيل في أحد الأيام يحكونا فرنسا بلا جيبات والخيل ما لحقوش ونجح اليوم هذا اللي جاوا وراجعين بالتموية الكاميو العياتي كاربط العادي العودتاع وفصل للدشرة ومجاهدي كدر طيارة شكوا جاوا خارجين من الدشرة الوقت اللي خارجوا من الدشرة شافوا الكاميو جاي سيفيل الكاميو هذا كان كاميو حسبوه كاميو الخالي قلو العربي مجاهد وقصة عظيمة الطيارة وقصة كبيرة في الطورة كي شوفوا الكاميو السيفيل قال لكذا الكاميو تعال العربي خلي يعطينا معلومة كي شخلي ما فرنسا ورح جاي حبسوا الوقت اللي نحق ليهم الكاميو هود العسكر من الكاميو عسكر حمود هذا والدخالي مشا مسافة السلاح ما عندوش فيدو الموس سالموس فيدو العمري محمد هذا كي لحقوا لي العسكر همص في العسكر على اساس وهي نحلو البندقية استغفر الله ليلة هل الله لو قد يجي نحلو البندقية عيط الروفغانت والعساكر اللي حقوا لي ضربوه ثم قتله رحمة الله وحمود هذا مسافة والموحد المتين مترها تيروا عليه للبعد بعد ما قتلوهم في زوج العيش هي هذان يمكن مسؤول الفديايين اركبوك الحسان تعو حسان عصيل ومعروف بالمنطقة خرج استغفر الله كي خرج من داشرة من داشرة ضربتوا طيارة ضربت العود العود بقى حامل هذا الدم وحامل الماكنة هذا الماكنة ما متر بلك بمسافة 1-3 كيلو مدر عاود ضربته طيارة كسرت العود هذك طاع العود مولاه عايشي هذا شبلي خلى العود وانسحب فرنسا اتصلت بعد لحقوا لجيبات في الوجه الكامي وبرك ومبعد لحقوا الدبابات ولجيبات امروا بالاتصال بالطالكي وانسحب جاءوا لاندروفير لحقة العود لقيت الى العود لمجاهد ما كانش فيها اقوال ونحكيها واكيد رح يسمعوها بعض المواطنين فيها اقوال باللي كان واحد حرقي كان راكب في الطيارة يعرف مكان المجاهد هذا كي لحق لاندروفير للمكان العود لمجاهد السيد العود لقيت وطايح ميت والمجاهد مكاش راح الطول الدار تعو يعرف البيت تعو والدار كان دار وبيت عسعر لحق والدار كي جاء ورح للدار لقوا المجاهد وليحكيها لي يا استاذا مات عنده عامين يحكيها لي بالتفصيل كان عدنا سد باراس رابطين والناس بالحطاب في ذاك الوقت الرملة كيوصل لدار تعو جاء لاحق للسد وبقى هارب العود مية وخمم عليه ومن يعني من حبل العود عود يرسع للعود الطيارة الوقت اللي لحقت لاندروفير الوقت اللي لحقت العود ملقى السيد امر الطيارة الطيارة جاء لدار تعو جاء رد عين وقاعد في السد وسيد يحكي لي فيها كان ينظر لي بالعين رماوه بالرصاص هبط ثم في الماء وولت لحقت فرنسا هو ميت ميت وهو ميت رعليه نحكي القصة خصوص لتحدثنا سيد بعلي قبل بدء الحصة عن الشهيد الحي هاي يمكن لك أن تروي لنا قصة هذا الشهيد نحكي لك ينزوج قصص هي ينقص نحكي لك السهيد الحي السهيد الحي السهيد الحي ومع ذرا السهيد الحي مختار ضباب لا زال على قيد الحي في حد المعارك بالولاية السادسة أصيب في المعاركة الروفقة انتعو المجاهدين كانوا معاه دفنوه قطعوا بالرمل والحجرة والخلعة وقطعوا بالحطب وصدوا عليها لأساس استشهد الوقت اللي يتلاقوا عما قيد الفاصيلان تاحم قالوا لو فلان استشهد قال لهم تروحوا جيبوه على أساس وبوها يلقى عليه كلمة ويحكوا عليه كان سجيع كان بطل كان عنده مواقف خاصة قال لهم تروحوا جيبوه على أساس وبوها يلقى عليه كلمة المجموعة اللي رجعت ليه الوقت اللي رجعت ليه جيب دون حطب والطراب لقوا حي سبحان الله هزوه وجيبوه لحقوه للقائد والمسؤول وراه ما زال على قائد الحياة حيرزق أظن رفل ثمانية وثمانية سنة سبعة وثمانية سنة في عمره لا زال على قائد الحياة قصة ثانية خالي الله يرحمه ومع ذلك ينقول خالي ماهي جيه هوية كان احنا في رنسا كانت عندنا المدلة لكن لكن الثورة كانت عارمة وكانت عندها رجال داخل صفوف الاستعمار بتاع المخابرات الفرنسا كي عودوا تجيين لمنطقة نتاعنا احنا كانت عندنا قلت لك أستاذ سيبها منطقة محرارة كانت المسؤولين مهيكلين عندنا خمسة واربعين واحد ربعين فيديين متكلفين بالمهام كل واحد مهم ما نتاعه كان الشرطة كان جندارم كان المتكلف بالتموين والخمسة هذو اللجنة الخمسية يسموها هم الحمد لله والشخص العربي الوقت اللي سمعوا بفرنسا لما وصلت المخابر الأخبار للولية السادة باللي راح هاجيوا فرنسا ثم معنا المنطقة نتاعنا عايتوا المجموعة خمسة ربعين واحد اخرى مواطنين عاديين مخلصين وكل واحد كلفوه مهمة خالي هذا حسب المعلومة كلفوه هو رئيس البلدة اخرجت المعلومات وتبع السر نتاع للخمسة وربعين هذي اللي ربلاس هجديدة كين واحد الحركي الله يرحمه بلحمة الله نقول لله يرحمه بلحمة الله لان انا عرف و و ما شف نش من نوع عيب بعت الخالي هذا اخويا الله يرحمه الله يرحمه كامل قال له قول محمد يخرج راه يكين حركة بشيزون لحق خويا الخالي هذا قال يا خالي راه يقول لك الفاضلي ونسميه ونعتز به قال راه يقول لك الفاضلي اخر الفاضلي هذا حمل السرعة مفرازة المهم خرج ركب فق العودة ومش عم اخويا مشاوب لك مسافة 12 كيلو ما لاحق ومع جراجع كي جراجع كين واحد المنطقة نسميه الفند وعق الفند قال له اخويا الخالي هذا قال له اخالي وراك رايح قال ولموت موت واحد هم يش سنين رجع للدار التاعو في ذكليلة القوا عليها القبض هزو من الدار التاعو اللي حقوه الوحد البلاصة ثم وين العين البسال المهم نختصر اللي حقوه الدار العذاب كانت واحد دار ثم دار الميلود مخصصة هي دار مواطن ولكن المخصصين هال القتيل والعذاب القلوب اللي كان يعذب المهم خلاوها في دم على اخر موت ومكتف كيراحوا يقدر يستريحوا او يطعوا ظنوا باللي ما يتحركش هو من السجاعة والحرارة تعال العذاب خرج وفي الليل وكان الكفر فمنوع التجول في الليل تعال مواطنين الحق الواحد للسكان ثم نادى نادى ما حبش يخرجون العسكر كيرجعوا المكان ملقوهش انتشروا فسط القرية وكنتشر سقيرة قرية سقيرة ان يسمعوا فيها عيد لحقوا ليه هزوه رجعوا المكان تعال وقتلوا في ذك الليلة وهزوه طيشوه في براح البلاسة ثم منطقة صعراوية كين واحد المواطن سارح القاه الحق وكلهم رعا ماتوا قال لهم محمد رحم طيش البلاس الفنانية راح خويا والدخالتي يقول عيسى الله يرحم بيا عبد رحم الله واخوه يقول السعيد لحقوا ليه دفنوا في مكانه حفروا في الزبارة تحت رات ما واحد النبتة يسمو هارت مع كثير من الناس المواطن يعرفوها انتم ما شاب علم ما تعرفوها كل الولايات تملك الجملة هذي وستاذة ليمت كل الشهداء في بسكرة وحنا كنا في بسكرة القصة اللي وشهادة ورب يعلم واشنا نتكلم ليموا الشهداء ودرهم في قاراجات أو كبار عملوا المقبرة كي جينا بهم ندفنهم الشهداء لما دخلنا رفقة للجنود وكان شعبان يلا رحم برحم الله حاضر معنا والسلطات على الولاية الولاية الأنذاك جينا داخلين يا أستاذة ربي يشهد واشنا نقول الجثث تعال الشهداء العنبر العلم والله وما نظن بالصناعية إلهية هزينا الشهداء من القاراجات هذوك ودفنهم يا ربي رك تشهد عنبر للواحد يعتذب بها الرائحة تعود فضلي واش حبي تتكلم يا أستاذة سيدة حتى لا ننسى مساهمة المرأة في الثورة الجزائرية هل لك بعض من الشهادات حول شهيدات الثورة الجزائرية والله يا أستاذة أنا نقول ويسمحوا لي المؤرخين والأسات ورجال الجزائرية المزارة على قيد الحياة ورجال جبهة التحرير نقول بلك 90% المساهمة على المرأة لأن الرجل كان يسافر وكان يتعب وكان نقص القصص كبيرة ولكن باب الاحترام والإعلام الشي اللي يصير في المرأة وبالأخص في المرأة بنت الريف عليها نقول بنت الريف لأن الله غالب لما تخرج فرنسا وتدير تفتيس في الأماكن يعملوا الفضح اللي ما يذكرش ولا حياة لمن تنادي للمرأة المرأة اللي تقصل المرأة اللي تخبز المرأة اللي تصهر المرأة اللي تخلع رجلها يسد على ولادها قدامه على ولاده يقول يخليهم عندها ويروح يسافر للجبل أو يسافر راح مضحي ومستجع ولكن هي اللي تحمل صعوبات هي اللي تحمل هانة هي اللي تخبز هي اللي تعذب المشاركة على المرأة والمقولة يقول لك كل رجل عظيم يمراه مرأة كل رجل عظيم مرأة مرأة لأنني من السقل يسمحوني هذا التعمير للمزح المرأة حاجة واحدة أخرى ملك القايد رحمها الله ما هي أهم البطولات أو أهم المعارك التي شاركت فيها المجاهدة شوف نحكي لك كثير من المجاهدات اللي شاركت في المعارك واشتهدت في المعارك وكين بعض المجاهدات لا زالوا على قيد الحيات الملك القايد رحمها الله في المنطقة نتعلم الولايات الثالثة تاريخية كانت في رملية في قمام الجبال وهذا القصة اسمعتها في القالة الذاكرة كانت في رملية رفقة خطها والمجاهدات أخوها كان في تونس وخطها واحدة أخرى في تونس يقرأ في الطب بعث لها أخوها على أساسه بوصلة حقب تونس وتوصل للقراية تاحها لكن هي من الإخلاص وحب الوطن من أجل تحرير الوطن رفضت وبوصلت التحق بتونس وبخات في قمام الجبال في أحد المعارك تلقوا عليها القبض تحق ليها حركة حامل السلاح وكوماس يحتج عليها جمغرب لها خطوا بكف سرعة وتثمها هو حامل السلاح تعوي وقصة مأرخة متورخة وأكيد باللي كان بعض من المجاهدين يكانوا في الولايات الثالثة اللي كانوا حاضرين في المعاركة يعني المجاهدات والشاهدات كانوا تجنب الجند كانت حاجة واحدة أخرى حب وطن اللي سنقدم يحكي لكن أنا جاءت فرصة ونتكلم يتمنى الكهول الناس الكبار يوصلوا المعلومة للأجيال ولا تكون معلومة حقيقية ما يتبنوش هل قمت ببعض كتابتك لبعض الأعمال عن الثورة الجزائرية للدكتور أو سيد بعلي شوف حصلي شرف كتابت كوتيب في نوفامبر 2022 قصيت فيه هذا هو الكتاب هذا هو الكتاب حكيت فيه على ما صار واشتعذبت واشتاركت يعني هذا الكتاب يحتوي على مشاركتك في الثورة الجزائرية مشاركتي في الثورة الجزائرية والأعمال الولايات 62 عن حرب الرمال 63 عن الأعمال قمت وعن الإهانات اللي صارت فينا وفقني رب العالمين ونشكر الدكتور إسماعيل ما عديرا إسماعيل إسماعيل لأنه استجعني على كتابة الكتاب هذا ولله الحمد ونعتز لطلب العالمين من العدم نكتب كتاب هذا ونصبح ونعتز ونفتخر واشترا نقول ونصبح نهضر أمام الإعلام شكرا إذن ما هي رسالة التي يجب أن تقدمها لشباب اليوم سيد بعيد أنا لا رسالة لنقدمها للشباب وقبل الشباب الكهول الأب وبلخسر أجيل الثورة لا معذرة يوصلون لهم الرساية السليمة أما جيل الاستقلال والأجيال المتتارية نقول لهم اعتزوا وفتخروا بتاريخكم العظيم تاريخ الجزار أول تاريخ في المعمورة والعادو يجتهد يشرب قبل الصديق لأن أجدادهم ما كان حتى واحد يكن يظن يبقى حي سوى المجاهدين يبقوا عن الحياة الهدف لتعجيل الثورة تستقل الجزار وابناها مباهيس وهذا المستوى ليصل له سيقوا في وطنكم الجزار لها عظامة تاريخية عظامة جغرافية عظامة علمية عظامة بشرية نحكي كلها القصة الأخيرة في 1884 لما دخلت فرنسا دخلت 1830 درت إحصاء لقيت عدنا سبعة ملايين في 1884 1894 عادت إحصاء لقيت ثلث ملايين ربعة ملايين أقضت عليهم فرنسا والفقر والأمية والجهل الآن الله يبارك عدنا 60 سنة رانا ما يقارب 50 مليون هذه السعادة يا شباب اسمحوا لي هذا التعبير لأننا لنقول هذا إطاراتنا من الاختلافات رحمها والاختلافات عبر الأجيال بالنسبة للأجيال ثيقوا واهتموا ولنا علامة ولله الحمد لنا إطارات لنا الشباب في المستوى وشبابات ما ننكر هذا بعض علامة نفسه بهم العالم وصحيح وامثالك ولله الحد كلمة في الأخير سيد بعلي للكلمة الأخيرة أشكر مرة ثانية أشكرك أشكر لقاناة السلام على هذه الفرصة والاستضافة الطيبة وبلغ خصفهم الشهيد نتمنى إن شاء الله النجاح لأبنائنا والمواصلة الرسالة السريمة لوطننا لأن لنا شباب عظيم ووطن عظيم شكرا لنا نصر رأيكم مشاهدينا إلى ختم هذا العدد من حصتكم حصة وخصة نتمنى لكم أوقات ممتعة ما بقيت برامج قناة السلام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر